السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم سأقول لكم كيف سر اكتشفته وأريد أن تقولوا أنتم أيضا وتستفيدوا منه لأنه سيغير حياتكم أنا متأكد سيغير حياتكم بإذن الله أن تقوله قبل النوم لتنام بسلام ولا يأتيك أي شيء ولا ترى أي شيء لا ترى أي شيء لا شيء ستنام وتستيقظ مباكرا بصحة جيدة يوميا بدون هجمات شياطين ولكن قبل هذا الشيء سأوصيكم بثلاث أو ثلاث وصايا حتى العلماء يخطأون في هذا الخطأ شيء الأول هو أنك إذا ناديت الشيطان فلا تناديه بإبليس لا تقول إبليس يجب أن تقول الشيطان لأن إبليس كان اسمه قبل أن يعصى الله ولكن بعد أن عصى الله تغير اسمه إلى الشيطان فيجب أن تناديه بالشيطان هذا كل الناس تخطأ في هذا حتى العلماء وفي التلفزيون وفي القناة في أي مجال ستسمع بعض الناس يقولون إبليس فهذا خطأ يجب أن تناديه بالشيطان هذا الفائدة الأولى الفائدة الثانية التي يجب أن تنادي المرأة المتزوجة تناديها بإسم زوجها إمرأة فلان مثلا ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ابنة النبي والرسول عليه الصلاة والسلام لا تناديها بإسمها يجب أن تناديها بإسم زوجها فقط إذا كانت غير متزوجة تناديها بإسمها مثلا سيدتنا مريم لماذا الله نادوها بإسمها؟ لأنها غير متزوجة هي المرأة الواحدة التي نديت بإسمها وكان اسمها واضح في القرآن رحمه رحمه إذ قالت امرأة عمران ربي ربي إني نظرت لك ما في بطني إذ قالت امرأة عمران لم يقول اسمها لا نعرف اسمها ألم تعلم أن فرعون كان كافرا وكان ضد أو عكس التوحيد وكان كافرا الله احترم الزوجة وناداها باسم زوجها واضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون الله ذكر امرأة فرعون ولم يذكر اسمها لأنه الله يعلمنا هذا في القرآن وعديد من الناس تطح هذا الفخ الشيء الذي سأوصيكم به هو أن تشهد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يوم يأتيك ملك الموت دعاء يجب أن لا تفارقوا هذا الدعاء وتعلموا لأذنائكم لأنه مهم جدا فستقولون الله مجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الدعاء يجب أن تقوله دائما تعلموا لأبنكم إنه جد مهم مهم جدا تقولون الله مجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله أما الفائدة الرابعة وهي للنوم بسلام ومن المجربات الأكيدة الذي ستنام وتستيقظ بقوة بإذن الله ولا يهجم عليك أي شيطان ستقول قبل يعني آخر كلام تقوله آخر كلام تقوله لما تأتي إلى النوم وتقول يعني تقول هو تنام هو أن تقول لا إله إلا الله بها نموت ونحيا لا إله إلا الله بها نموت ونحيا لا إله إلا الله بها نموت ونحيا ثلاث مرات ببطء لسا باستعجاب لا إله إلا الله بها نموت ونحيا ثلاث مرات وتنام ولن يقسك الشيء ولن يصيبك الشيء وستنام بسلام وتستيقظ بسلام يجب أن تقولها بيقين لا إله إلا الله بها نموت ونحيا هذه من المجربات الأكيدة أنا جربتها بنفسي وأقول لكم ما جربت هذا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء